مبسوط بقى من أداء الأهل ينبالح؟ لا، الأهل عنده بشكل كتير الأهل عنده بشكل كتير الأهل عنده بشكل كتير لأنه أنا مبسوط جداً بالستاندر اللي إنت حطيته إنت بتتكلم على بطل القارة لمدة نسختين بتتكلم على النادي الأهلي هو الممثل الأبرز لمصر والكرة الأفريقية خلال السنتين اللي فاتوا لكن خليني أقولك برضو ريفرسنج أو بالرجوع يهيته السنتين اللي فاتوا على مدار التاريخ طبعاً لا لا أنا أتكلم حتى بنفس الجيل بنفس المدرب بنفس المجموعة أنت بتشتغل بشكل كويس جداً وقدر بتقدم نتائج مبهرة جداً مع بيتسو لكن خليني أفكرك أرجع شوية ليه البطولة قبل الماضية ودور المجموعات كان مع فايلر ما كانش مع موسيماني والأهلي قدم أداء مشابه للأداء اللي إحنا موجودين في شوية بعض الهزات اللي موجودة خلال دور المجموعات وكأنه أصبح كالعادة إن الأهلي في دور المجموعات ما بيظهرش كأفضل شيء اللي هو قال لك أنه كده كده هصعد والأمور في المتناول ولما تيجي تبصها تلاقي إن النادي الأهلي قدام الاتنين المنافسين بتوعه قدر إنه ياخد أربع نقط من الهلال وستة نقط من المريخ وقدر يصعد منطق البساط يمكن العثرة على سبيل على صعيد النتاج كانت متمثلة في لقاء إن سانداونز وده يعني محتاجين مساحة طويلة عشان نتكلم ليه سانداونز وليه وإعناف من في مطشين سانداونز لكي خلاني نرجع بقى المطشين الهلال ليه الأهلي الأهلي على صعيد الاستحواز كان مسيطر على الكرة معظم معظم الوقت وده الطبيعي جدا فيه وإنت بتلعب في القاهرة بتلعب على ملعبك يمكن مبارح كان فيه شوية مشاكل بسيطة على الصعيد الهجومي على صعيد الترانزيشن وده هربطه لك بالمنتخب رغم اختلاف الشكل ورغم اختلاف التشكيل ورغم اختلاف القوام واختلاف المدرب واختلاف المدرب طبعا انت بتلعب 4-2-3-1 نادي الأهلي بدأ المبارا 4-2-3-1 اعتمد في الخط الخلفي على الورقتين فقط المتاحين بالنسباله اتنين هم ياسر إبراهيم ناحية اليمين وآيمن أشرف ناحية الشمال اعتمد العلي معلول ونحط كده كويتش ماركو هنرجع له عليه معلول مجهد جدا لعب 180 ديئة مع منتخب تونس قدام مالي هو مقوي وده علامة استفهم لا اكتر اللعيب مشاركة مع النادي اللعيب في المباراة الأخيرة كلها وهو اللعب كمان لازم ناس تحطه في اعتباره عشان ما يقصوش على العلي معلول نفسه ببعض الأحيان الرجل 32 سنة الرجل يلعب كله متشاطه اللعيب أساسي في منتخب تونس اي التزام دولي موجود فيه إلا لو عنده إصابة هو الظاهرة الأيصر لنادي الأهلي اعتقد انه مع قدوم المباراة بقى اعتقد العلي معلول هيبقى من اللعيبة اللي لازم ترتاح شكاوتراك حط عليه كويتش مارك وهنجيله كريم فؤاد واحد من اللعيبة اللازم أشيط بيها عملوا أداء ممتاز جداً على صعيد الزيادة الهجومية على صعيد السابورت الدفاعي عدد التمريرات المفقودة قليل جداً 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 تمريراته الأدامه وده كنا بنفتخده كتير فيه ظاهير الطرف واحد من العصر المبشرة اللي خلينا ننتظر كمان مع رجوع محمد هاني اعتقد ان يبقى فيه تنافس كبير في الظاهر الآيمن اعتمد على الاثنين الثنائي المعتدين عمر السلية وقاليو ديانج حمد مجدي أفشل حط علامة استفهام وهنجيله تاني الجناح الأيصر هو أحمد عبدالقادر والجناح الآيمن اعتمد فيه بداية المباراة على بيرسيتاو وده علامة استفهام كبيرة جداً جداً كنت رسي هقولك حطرها على داع عشر علامات استفهام علامة استفهام كبيرة جداً بيرسيتاو غريب بيرسيتاو فيه مشكلتين مشكلة تكنيكل مشكلة فنية وده مش من المباراة دي كل المباراة اللي فاتت بعد ما رجع من الاصابة ايه هي خلينا نشرحها البرد بشكل بسيط جداً احنا حطينا ده الست بلاي ده الشكل الطبيعي طبعاً شريف قدام عشان ما قلناه شريف طبعاً محمد شريف هو المواجم الأساسي دايماً ما عبرتش موسمان بيرسيتاو الجناح اليمين خلينا هنا نقف الطبيعي ده الشكل الست بلاي وده طبيعي هنا وحنا بنتكلم لما نبتدي نهاجم او نادي الاهلي يهاجم هلأ مفروض ان بيرسيتاو يبقى هنا مفروض ان محمد شريف يبقى قدام مفروض ان احمد عبدالقادر يبقى هنا ده الشكل الطبيعي لمهاجم النادي الاهلي ييجي محمد مجدي افشا هنا ويجي عمر السولية واليو ديانج عشان يعملوا إلسابورت دايماً علي معلول بيتحرك هنا واحمد عبدالقادر بيدخل انسايد عشان يشتغل كبلاي ميكر تاني مشكلتين كبار جداً هنا قبل ما نروح لبرسيتاو انه الوفر رول او الدور اللي بيلعبه نفس الدور اللي بيلعبه محمد مجدي افشا لما بيخش احمد عبدالقادر في العمق هو نفس الدور اللي بيشتغل عليه هم الاتنين فلازم يقفيه تنوع فبطر بيتسو موسيماني يودي افشا على طرف من الاطراف وده اللي خل الناس مش عاجبها اداء محمد مجدي افشا امبارح في معظم اوقات المباراة انه بيشتغل بنفس الدور اللي بيعمله نروح بقى للمشكلتنا الاكبر بيرسيتاو بيرسيتاو الدور الطبيعي ان راجل الجناح لما يكون عندي اتنين هنا في العمق بيشتغله طول الوقت عشان علم علول بيطلع من ناحة الشمال ليه بيرسيتاو ينزل هنا ده مش مشكلة بيرسيتاو دي تعليمات لانها متكررة طالما عندي باترن لعيب بيتواجد في المنطقة دي لثلاث او اربع او خمس مباريات بشكل كبير يبقى لازم اسأل سؤال مليون في المية دي تعليمات ان الراجل يتواجد هنا الراجل بيتواجد في منطقة بعيدة جدا عن منطقة خطرته فبيجي يستلم هنا فبيجي هنا ميس باس كتير وما فيش خطورة حركة بيرسيتاو المفروض دي بقى بتحرك هنا وبيعمل الأوبرلاب مع كريم فؤاد اللي عمل الزيادة بشكل ممتازم بقى لكن دايمن بيرسيتاو انسايد فلاقي زحمة في العمق فلما كان في ريه اللي بيلعب تمانية وتسعة تحت الكرة بيرسيتاو مختفي تماما اللعاب الوحيد اللي لقى الحل بالهدف اللي حل الأمور كلها هو أحمد عبدالي اللي لعيب عنده قدرات خاصة قدر ان هو يشتغل وان في وان او مارتر واحد على واحد وقدر يعدي يحط البس تحسين الشحات لكن يبقى الأداء الهجومي هنا فرص كتير بياخدها بيرسيتاو لكن الدور اللي بتلبه منه بيتسو مستماني مؤثر بشكل كبير اتنين واضح تماما من رأكشناك كتير وعشان ليس ما تقولش ان احنا بنصدر مشاكل للنادي الأهل بيرسيتاو فيه أزمة فيه أزمة قد تكون أزمة نفسية عند اللاعب عدم انسجام مع المجموع لان بيرسيتاو على الصعيد الفرد واللعب ممتاز على صعيد المجموع يمكن بعض اللقطات كده خلال المباراة